بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان والاستوديو التحليلي لمباراة القمة بين شباب الأهلي وشباب الزمالك في الأسبوع السابع من بطول الدوري الجمهورية قبل ما رحب بضيوف النهاردة ونتكلم عن التحليل الفني لمباراة اليوم بنبارك للمنتخب السعودي الفوز على منتخب الأرجنتين النهاردة كان أداء رائع أداء رجولي أداء مشرف للكرة العربية بنبارك لكل القائمين على الكرة السعودية على هذا الأداء الرائع النهاردة الكرة السعودية بتدخل التاريخ من أوسع أبوابه هو ده التنظيم المنتخب السعودي اللي شارك فيه كأس العالم في روسيا السابقة وبعد الهزيمة بخماسية في مباراة الافتتاح أمام روسيا بنشوف التخطيط والتنظيم التخطيط بعد أربع سنين علشان الكرة السعودية ترجع مرة أخرى إلى كأس العالم في قطر والنهاردة أمام أنظار العالم كله المنتخب السعودي يؤدي أداء رائع ورجولي ومشرف مش للكرة السعودية بس للكرة العربية أيضا والنهاردة كمصري على قناة النادي الأهل سعيد جدا بمشاركة المنتخبات العربية المنتخب السعودي والمنتخب التنسي والمنتخب المغربي والمنتخب القطري سعيد بمشاركة البلاد العربية والمنتخبات العربية في كأس العالم في قطر وأيضا سعيد بالتنظيم الرائع ولكن كمصري عندي حزن وعندي غصة غصة علشان منتخب مصر الكبير منتخب مصر لتاريخه أكثر من مئة سنة في كرة القدم مشاركاته قليلة جدا في كأس العالم في المحفى العالمي تلت مرات بس سنة 34 سنة 90 وسنة 2018 هو ده التخطيط لو احنا عايزين نخطط لصارح الكرة المصرية